الأدب مرآة للحياة تعكس صورة الحياة في العصر الموجودة فيه فمثلا تحدثنا عن العصر الجاهلي الأدب عكس فكرة ماذا؟ فكرة طبيعة الحياة في العصر الجاهلي أبرز ما كان يميزهم فيها هو التعصب للقبيلة ولذات أما في عصر صدر الإسلام فأبرز المضامين اللي عكسها الأدب هو ماذا؟ أحسنتم هو طبيعة الدعوة الإسلامية والمبادئ التي حاول الإسلام أن ينشرها للناس فالأدب سخر من أجل ماذا؟ من أجل نشر الدعوة الإسلامية طيب في العصر الأموي ما الأشياء التي عكسها الأدب؟ أبرز ما عكسه الأدب هو طبيعة أو واقع الحياة السياسية والاجتماعية في العصر الأموي هذا أدى لظهور اتجاهات شعرية جديدة في هذا العصر أنا وإياكم سنتعرف على هذه الاتجاهات الشعرية ولكن هي باختصار أخرجتنا مجموعة من الخصائص الشعرية التي تخص هذا العصر متمثلة في ماذا؟ في الغزل العذري والشعر السياسي المتمثل أيضا في الهاشميات أنا بدوري في هذه المرحلة رح أعرض لكم أو رح أعكس لكم مرآة العصر الأموي لتلاحظوا معي أبرز المضامين اللي اجتمل عليها الأدب في هذا العصر